شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مراسم توقيع عقدي تقديم خدمات استشارية في قطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة وتم توقيع العقد بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء والاستشاري البلجيكي إيليا جراند ويمتد نطاق دراسة الاستشارية وفقا لهذا العقد لمدة تسعة أشهر وتتضمن مراجعة النموذج الديناميكي للشبكة الكهربائية المحدة في ضوء التوسعات الهائلة التي تمت بالشبكة خلال 8 سنوات الماضية وكذلك الاستعداد لمشروعات الربط الكهربي المستقبلي مع دول الجوار والقارة الأوروبية إلى جانب إعداد السيناريوهات اللازمة للتعامل مع ذروف طارئة